انذار النهائي وجهته روسيا للقوات الاوكرانية الموجودة في ماريوبول وطالبتهم بإلقاء السلاح وإخلاء الميناء الاستراتيجي في جنوب شرق اوكرانيا المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية قال ان القوات الاوكرانية طردت من معظم ماريوبول وبقيت فقط في مصنع الزوفستال للصلب ووجه انذارا نهائيا لآخر القوات الموجودة بالمدينة حوالي 400 من المرتزق الأجانب معظمهم من مواطن أوروبا وكندا محاصرون الآن مع مجموعة اوكرانية على أراضي مشروع اوزفستال في حالة استمرار المقاومة سيتم تدميرهم جميعا عرضنا عليهم الاستسلام لكن النظام القومي في كييف منع المفاوضات بشأن الاستسلام وأمر النزيين في حركة آزوف بإطلاق النار في الحال على من يريد إلقاء سلاحه من العسكريين الاوكرانيين والمرتزق الأجانب على الطرف الآخر من الصراع أكدت نائبة وزير الدفاع الاوكراني أن ماريوبول صامدة رغم الهجمات الروسية بينما وصف الرئيس الاوكراني الوضع في ماريوبول بأنه غير إنساني ودع الغرب إلى تزويد كييف فورا بالأسلحة الثقيلة لا يزال الوضع في ماريوبول قاسيا وغير إنساني هناك طريقتان فقط لتغيير هذا الوضع إما أن يمنحنا شركاؤنا جميع الأسلحة الثقيلة وطائرات اللازمة ودون مبالغة على الفور حتى نتمكن من تقليل ضغط المحتلين على ماريوبول وإلغاء حظرها أو مصار تفاوض حاسم يجب أن يكون للشركاء فيه دور أيضا إكمال السيطرة على ماريوبول يحقق لروسيا السيطرة التامة على إقليم دونباس الخاضع للانفصاليين الموالين لها وربطه بشبه جزيرة القرم وهو ما يعد انتصارا كبيرا تسعى إليه روسيا